بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا الدكتور احمد عطية دهشان رئيس الجامعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية النهاردة يا جماعة جاينا نتكلم معاكم عن مشكلة الديدان في الامعاء ناس كتيرة جدا انا تجي للعيادة دكتور ابني ما بيقولش ابني ما بيعودش على الاكل ابني مش باين عليه كل الاطفال اللي في نفسه عمره جسمهم كده كويس وهم راب رابين وصحتهم كويسة لكن انا ابني صحته مش كويسة ما يعرفش ايه السبب علشان كده جاينا نتكلم معاكم بشكل مفصل عن كل ما يخص تشخيص الديدان عند الاطفال وكل ما يخص علاج الديدان عند الاطفال لكن هنتكلم عن اشهر الشكاوى شيوعا عندنا في الهيادات لكن بعد الفاصل انا اقول ان طفلي عنده ددان العراض او الشكاوى الاكثر شيوعا في الهيادات تقول يا دكتور ابني عنده اسهال عنده دم في البراز عنده هرش مستمرة عند فتحة الشرك عنده مغس مستمرة عنده سيلان في اللعاب عنده تعانية عنده انيميا كلها دي هي ديت بشكل مبدأة ايه ديرنا نشخص نوع عنده ديدان نتيجة وجود هذه الاعراض نبدأ بقى نتكلم بشكل مباشر عن العلاج طب يا دكتور انا عالج ازاي لازم نعرف نوع ديدان اللي موجودة ايه لكن النهاردة هنتكلم معاكم عن اشهر نوعين طبعا بنعمل فحص البراز علشان نتأكد ايه النوع اللي موجودة عنده بالظبط وبناء على النوع اللي موجودة عنده نقدر نكرر ايه الدواء الانسب للطفل نفسه يب اول حاجة بنعمل فحص البراز وجدنا هذه الاعراض موجودة بنعمل فحص البراز علشان نشوف ايه الانواع النوع اللي موجودة عندنا وبناء على النوع بنديله الدواء الانسب ليه كده كويس لحد هنا كده كويس تعالا نتكلم بقى معاكم عن اشهر نوعين بتقابلنا في العيادات النوع الاول اللي هو الاميبة ما نيجي نتكلم عن الاميبة نتكلم عن العلاج بتاعها احنا خلاص عملنا التشخيص بتاعنا من خلال فحص البراز بتاعنا وجدنا ان بالفعل الطفل عنده اميبة طب ايه هو الدواء الانسب اللي احنا بندهوله في حالة الاميبة في حالة الاميبة بنيدي حاجة اسمها المترونيدازول طب يا دكتور الجرعة بتاعته بتكون الجرعة بتاعته بتبقى بالزبط بتبقى 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام لكل يوم لطفل المدك اسبوع بشكل بسيط علشان الناس ما تطلع بطش احنا دلوقتي عندنا طفل 10 كيلو جرام وخلاص تأكدنا اللي هو عنده اميبة من خلال فحص البراز اللي احنا عملناه يبديله 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام لو عنده 10 كيلو جرام من وزنه يبقى بنضرب 50 في 10 يطلع لنا 500 ميلي جرام يبقى احتياجه اليوم من مترونيدازول 500 ميلي جرام يوميا الديدان الدبوسية اما نيجي نتكلم عن الديدان الدبوسية نقول لو احنا وجدنا في الفحص البراز بتاعنا ان هو عنده ديدان دبوسية نقدر نقول ان احنا بناخد مادة فعالة اسمها البندازول المادة الفعالة دي بناخد منها تركيز 200 ده بناخد قرصين مرة واحدة في الاسبوع وقرصين مرة واحدة اسبوعيا لمدة 3 اسابيع ده بشكل بسيط قوي نتكلم معكم عن اشهر نوعين بنقابلهم في العيادة زي الاميبة قولنا لو فيه اميبة بندي المادة الفعالة اسمها المترونيدازول بندي 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم لكل يوم لمدة اسبوع واحد فقط اما بالنسبة لو طلع عندنا ديدان دبوسية بندي مادة اسمها البندازول البندازول دي بناخد قرصين مرة واحدة اسبوعيا لمدة 3 اسابيع وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا النهار كان فيها معلومات قيمة جدا يلا بقى دلوقتي نكتب النوعين على الصبورة ونكتب المواد الفعالة بتاعتنا ونكتب ازاي نحسبها بس على الصبورة وبعدين نختم الحلقة بتاعتنا بس قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا عايز كل الناس ننزل دلوقتي حالا في معلومات قيمة في هذا الفيديو بنعطيكم اسرار المهنة ما دمنا نعطيكم اسرار المهنة انزلوا دلوقتي حالا نعملوا لايك شاركوا الفيديو فدال على الخير كفاعله شكرا لكم كان معاكم دكتور احمد عطية الدهشان رئيس الجماعية الطبية العمومية للتغذية الالاجية دمتم بصحة وعافية اول حاجة جماعة تكلمنا فيها النهاردة تكلمنا عن الاميبة قلنا في حالة الاميبة هنكتب حاجة اسمها مادة فعالة اسمها الميترونيدازول الميترونيدازول ده عبارة عن اقراص وبننبه ان الميترونيدازول بنقول الاطفال فوق الست سنوات وبالنسبة للكت لكن من اشهر الحاجات اللي موجودة في حاجة اسمها الفلاجيل فلاجيل ده منه تركيزات مثلا فيتو 500 ده تابلت احنا قلنا الجرعة بتاعتنا بتبقى ازاي زي ما احنا كاتبين هنا هون الجرعة بتاعتنا بتبقى 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام لكل يوم يعني لو الطفل مثلا 20 كيلو يعني بنضرب 20 في اللي هو احنا قلنا هو الوزن بتاعه 20 بنضربه في 50 ميلي يبقى 20 في 50 هدينا 1000 ميلي جرام يبقى احتياجنا يعني ده لو الفلاجيل ده او الميترونيدازول ده تركيزه 500 يبقى الطفل محتاج ياخد قرصين يوميا طفل مثلا 10 كيلو يبقى بنضرب 10 في 50 بدينا 500 يبقى احتياجه يوميا طب لمدة قده لمدة اسبوع واحد فقط نقدر نستطيع نتخلص من الاميبة اللي موجودة في الامعاء بتاعت الدبوسي ما نيجي نتكلم عن ديدان الدبوسية قولنا بنبدي المادة الفعالة اسمها البندازول البندازول بشكل بسيط ده بناخد قرصين مرة واحدة اسبوعيا لمدة 3 اسابيع يعني كل اسبوع بناخد قرصين كده يا جماعة بشكل بسيط اتكلمنا عن روشيتا بتاعتنا بشكل تام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة